السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر المفترض جدلا أن التحاد الشغل التونسي مهمته الأساسية مهمة نقابية اللي التحاد على حسب القانون التونسي وعلى حسب الدستور التونسي مهمته أنه يدافع عن المصالح النقابية لأعضاءه اللي هم العاملين في القطاع العام بالدولة التونسية فايدة التحاد الشغل التونسي دلوقتي ساعتك أنت نقلت مهمة اتحاد الشغل التونسي من الدفاع عن مصالح الأعضاء بتوعه النقابية إلى حزب سياسي في قلب الدولة التونسية إلى درجة ان اتحاد الشغل نظم خلال الساعات القليلة الماضية مظاهرات قيل عنها عبر وسائل الإعلام الغربية أضخم تظاهرات في مواجهة الاستبداد بتاع الرئيس قيس سعيد مظاهرات ضخمة جدا قال فيها نور الدين الطبوبية من عام التحاد الشغل التونسي والبنى آدم ده ما كملش تعليمه أصبح هذا البنى آدم هو الذي يقود المواجهات ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي وضد صورة 25 يوليو وضد أي تحركات يقودها الرئيس قيس سعيد من أجل تطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان ومن الفاسدين أصبح اتحاد الشغل التونسي بيتبنى أجندة حركة النهضة الإخوانية وبيتبنى أجندة أمثال المنصف المرزوئي والعاملين أو الناس الموجودة بالخارج خلاص أصبح بينبعا أنهم فوضى خراب محاولة شل يد الدولة التونسية محاولة التصدي لأي نوع من التطهير محاولة التصدي لمحاكمة الفاسدين ليه سعدتك؟ لأن جزء من هؤلاء الفاسدين أساسا قيادات في اتحاد الشغل التونسي اتحاد الشغل التونسي زي ما قال نور الدين الطبوبي عبر المظاهرات اللي انطلقت بالأمس قال إحنا الأقوى إحنا صحاب القرار إحنا اللي هنتصدى القيس سعيد يا حد أنت مهمتك نقابية أنا مش عارف يعني الرئيس قيس سعيد أكد على حرية التظاهر إزاي جماعة؟ لحاجة فعلا أنا باستغرب لها إزاي الرئيس التونسي أساسا يؤكد على حرية التظاهر بهذه الشاكلة التي تتصدى لمحاكمة الفاسدين يعني أنك تتظاهر من أجل مصالحك النقابية بس شريطة أن لابد من حدود لهذه التظاهرات لابد من الحصول على موافقة بهذه التظاهرات عشان ما تحصلش أي انهيارات أو البعض يستغل التظاهرات من أجل إثارة الفوضى فنرجع للمربع صفر زي ما بتعمل أمريكا زي ما بتعمل أوروبا زي ما بتعمل كل دول العالم المتقدم عاوز تتظاهر على الرحب والساعة بس ساعتك أعرف العدد اللي هيطلع ساعتك أعرف الهدف من المزاهرة ساعتك يتحدد لك مكان أنت تتظاهر فيه ويمنع منعا بتا إثارة الفوضى وإلا هحسبك حساب الملكين زي ما بيقوله ده المفروض ورغم ذلك الرئيس قيس سعيد أساسا أكد في التصريحات بتاعته بالأمس وأمس الأول على حرية التظاهر ما فيش مشكلة خالص بس يجي حد من الخوانة ويجي حد من الأجانب يندس في قلب المظاهرات ديت مش هسمح بكده طبعا نور الدين الطبوبي إزاي إزاي قيس سعيد أساسا يعترض على مشاركة أجانب في هذه المظاهرات مش من حقه حق نور الدين الطبوبي أنه هو اللي يحدد المصارات هو اللي يحدد القوانين في قلب الدولة التونسية نور الدين الطبوبي وصل إلى مرحلة مؤدها أنه هو أكبر من كل مؤسسات الدولة نور الدين الطبوبي وصل به المسألة والغرور إلى درجة أنه هو بيقول نحن الأقوى ونحن الذي يحدد مصلحة الدولة التونسية فين الشعب فين ثورة 25 يوليو فين الناس المؤيدة لصورة 25 يوليو فين سلطات الدولة طب انت ساعتك انت معطرد على انت بتتظاهر ليه ساعتك لان الدولة التونسية من خلال السلطات بتاعتها المختصة بتحاكم الفاسدين والخوانة والمرتشين وكل الفاسدين بلا استثناء لا ساعتك مش مطلوب ان الدولة التونسية تحاكم اي من قيادات اتحاد الشغل التونسي او اي من الاشخاص اللي يشير ويلوح ناحيةها نور الدين الطبوبي مش هو الاقوى نظم اتحاد الشغل التونسي مظاهرة في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيد رئيس تونس الاتحاد زي ما قالت وسائل الاعلام الغربية ونشر عبر مساحات مدفوعة الاجر كلف عليها حركة النهضة وتنظيم جماعة الاخوان الدولي حاول يستعرض قوته الا فتات كان مكتوب عليها ايه الدفاع عن المصالح النقابية زي ما الدستور التونسي والقوانين التونسية اللي بتنظم عمل اتحاد الشغل التونسي بتقول لا ساعتك ما بدفعش عن المصالح النقابية بتاعت اعضاء وانما ايه ساعتك الا فتات دي كان مكتوب عليها لا للحكم الفردي اوقفوا الهجمة على الاتحاد ليه ساعتك لان الرئيس التونسي وسلطات الدولة التونسية تجرأت على ان هي تحاكم الناس اللي بتحاول تستسمر المناصب بتاعتها جوه اتحاد الشغل التونسي فبتخرب وبتدمر وبتشل يد الدولة التونسي ازاي؟ احنا نخرب زي ما احنا عاوزين نبوز زي ما احنا عاوزين ولا تجرأ سلطات الدولة التونسية ان هي تحاكمنا قيادات اتحاد الشغل التونسي فوق القانون ساعتك انت بلاء على اي اساس بتحاكم الناس دي ليه ساعتك ازاي ان الرئيس قيس ساعد اساسا يأمر بانه لابد من تفعيل القوانين ومحكمة كل الفاسدين اي ناس مننا ممنوع ان هي تتحاكم ثم من ضمن الهتفات يا سعيد يا جبان الاتحاد لا يهان ازاي ان الرئيس قيس ساعد يجرأ على ان هو اساسا يقول ان اتحاد الشغل التونسي متواطئ مع جهات خارجية فبينفذ الاجنتة بتاعته طبعا السلطات التونسية كانت منعت قادة النقابات العملية الاجنبية من دخول تونس للمشاركة في مسيرات الاتحاد ازاي انك انت تشارك اجانب في المظاهرات الداخلية بتاعتك هتعملي زي مظاهرات ايران لما جزء من الشعب الايراني عمل مظاهرات فاندست جوه المظاهرات اجانب امريكيين اوروبيين واعلنت اوروبا عن ذلك واعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن ذلك الى درجة اني ايلون ماسك قال انا بوجه للمتظاهرين انترنت عشان يقدروا ينشروا كل الفيديوهات اللي هم عاوزينها عشان يعملوا حريقة في قلب الدولة الايرانية فاحنا نقول ان في اجانب اشتركوا في المظاهرات وده ما ينفعش فنفاجأ ان بعض الايرانيين انقلبوا علينا وبدأوا يهاجمونا ويقولك وانت شخصك زي ما بعض الزباب الازرق الالكتروني في قلب الدولة التونسية تتابع لحركة النهضة بيهاجمنا ويقولك انت ايه اللي دخلك في تونس بينما قناة الجزيرة عمالة شغالة ونظرا لان قناة الجزيرة مرتبة معاهم وهم مرتبين معاها عبر مساحات برضو مدفوعة الاجر دعما لهم ورغم ذلك لم يذكروا قناة الجزيرة باي شيء قناة الجزيرة ما بتتدخلش اما قناة مصر على السوشيال ميديا بتتدخل يا بجحتك يا اخي طبعا ازاي ان الوتاقي السعيد يمنع هؤلاء الاجانب منعت السلطات التونسية النقابي ماركو بيراز الامين العام المسؤول عن افريقيا واسيا في النقابة الاسبانية وتم منع رئيسة اتحاد النقابات الاوروبية استرلينش من دخول تونس بعد طردها بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل وتم منع وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في المظاهرات وانا يا جماعة ازاي وانا على اي اساس الناس دي تجيب اجانب عشان يدعموا المظاهرات بتاعتهم هو انا كرئيس دولة مطلوب مني ان انا اغمض العين عن المؤامرات التي تحاك على المستوى الداخلي والخارجي لاثارة الفوضى في قلب الدولة التونسية فمطلوب ان انا اغمض عيني ولما اتصدى لمحاولات اثارة الفوضى يبقى في الحالة دية بس تبدد هنا انا على اي اساس الرئيس قيس عيد قال لاتحاد الشغل التونسي اعملوا مظاهرات زي ما انتم عاوزين بس مظاهراتك تكون مرتبطة بالعمل النقابي اعتقد ده كلام قانوني مية في المية اتحاد الشغل التونسي ما هواش دوره سياسي انت ما انتش حزب انت ازاي بتتظاهر اساسا وتقول احنا بنقدم وعملين مبادرة سياسية لانقاذ الدولة التونسية ازاي انك انت بتناقش اشياء سياسية مش من صلاحياتك ده السؤال اللي بترح نفسه وليها الرئيس قيس عيد اساسا ما جمدش عمل الناس دي اللي هما قيادات اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوب وخلال المظاهرات بتاعة الامس قال ان تونس الصورة تونس التي تنادي بالعدالة الاجتماعية لن يكون فيها قمع ولا استبداد مهما كانت التكاليف تونس الصورة هو ده دورك اضف الى ذلك عدالة اجتماعية طب اخبار العربيات واخبار ملايين الدولارات اللي موجودة في حساباتكم البنكية ايه اخبار اسطول العربيات اللي الناس دي تشتريته من فلوس اتحاد الشغل التونسي وشغلين بها اخبارها ايه عن اي عدالة اجتماعية يتحدثون ثم قال انهم يحاولون شيطانة الاتحاد وهو اخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني اخر القلاع الصامدة اليوم بكل مكوناتها الديمقراطية قلعة ايه؟ قلعة الفساد قلعة محاولة اثارة الفوضى والخراب قلعة التواطئ مع قوى اجنبية من اجل اثارة الفوضى في الداخل ده حاجة غريبة جدا شوفوا بقى حضرتكم التقارير اللي بثتها وكلات الانباء العالمية خلال الساعات اللي فاتت قالت ان الرئيس التونسي قيس سعيد قتل الديمقراطية اللي جلبتها ثورة 2011 اللي اطلقت شرارة الربيع العربي الديمقراطية اللي جاية مع ثورة 2011 قيس سعيد اتالها طبعا التقارير دي يتوسام على صدر الرئيس التونسي قيس سعيد لان ثورة 2011 لم تأتي الا بالخراب لم تأتي الا بقوى الفساد والافساد والفوضى والخراب والارهاب لم تأتي الا بعناصر جماعة الاخوانة التي حكمت المنطقة العربية في غفلة من الزمن عبر صفقات قزرة فاسدة مع القوى الغربية يد الديمقراطية من وجهة نظر وسائل الاعلام الغربية لمؤاخزة من وجهة نظرهم الثورات والديمقراطية اللي بتخدم عليهم دي اسمها ديمقراطية السفقات القزرة التي عقدت ما بين الاطراف الفاسدة المذكورة سابقا دي تعتبر ديمقراطية الثورات التي اثارت الفوضى في قلب المنطقة العربية بدءا من سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس واليمن دي الثورات الربيع العربي التي جلبت الديمقراطية للمنطقة ازاي ان قيس سعيد يتصدى لها سعادتك ازاي الرئيس قيس سعيد تصدى للفوضى والخراب الرئيس قيس سعيد سبحان الله في تصريحاته بالامس بيؤكد على حرية التظاهر في قلب الدولة التونسية شريطة انع يمنع منعا بدتا اي دعم اجنبي لهذه التظاهرات طبعا ملايين التونسيين وعبر الساعات القليلة الماضية طلبوا بمحاكمة نور الدين الطبوبي والسوشيال ميديا مليانة يعني الاف البسطات اللي احنا شفناها بتطالب بمحاكمة نور الدين الطبوبي وامثاله ليه الرئيس قيس سعيد صبر على نور الدين الطبوبة حتى اللحظة الرهينة بلا محاكمات لما يكون هناك تظاهرات فيها اجانب تدعو للفوضى ثم اتحاد الشغل التونسي يتبنى مبادرات سياسية وده مش شغله ده مش عمله ورغم ذلك تترك له حرية التظاهر يبقى لابد ان الرئيس قيس سعيد يستجيب للشعب التونسي ويحاكم كل هؤلاء الخوانة طبعا في فيديوهات نزلت وتكرر تشيرها على السوشيال ميديا بتكشف استطار ان نور الدين الطبوبي هرب من المظاهرات خوفا من فتك الشعب التونسي به الرزق السعيد في التصريحات بتاعته خلال الساعات القليلة الماضية قال ان في اعداء كثيرين يتربصون بالشعب واليوم انا اواني المحاسبة ولا تراجع عن هذه المحاسبة لانها مطلب مشروع للشعب التونسي وهناك من يدعو بعض الاشخاص الاجانب للتظاهر في تونس وهذا امر غير مقبول على اي مقياز لتكن معاملتهم معهم كمؤسسة فتونس ليست ضيعة يعني انت عاوز تتعامل مع الاجانب اللي هم القيادات النقابية الاجنبية تعامل معاهم باعتبار انك انت مؤسسة عمالية لكن انك انت تجيبهم عشان يتظهروا في قلب الدولة التونسية لن نسمح بذلك دل اهل الرئيس قيس سعيد واعتقد وجهة نظره قانونية بمعدل 100% ثم قال ان الاتحاد حر في تنظيم المظاهرات لكن ليس حر في دعوة الاجانب انا بقى على العكس من الرئيس قيس سعيد اتحاد الشغل التونسي ليس حرا في التظاهر لان هذه التظاهرات تنفيذا لاجندة حركة النهضة وتنفيذا لاجندة احزاب تابعة لحركة النهضة الاخوانية وبالتالي ازاي ان الرئيس الدولة التونسية يسمح بان اتحاد الشغل التونسي يتحول الى حزب سياسي عاوز تمارس السياسة يا حالتها روح الاحزاب انما اتحاد الشغل التونسي المفترد جدا لان ان دوره نقابي عمالي ازاي جماعة معقولة يعني احنا شفنا ايام جماعة الاخوان فيه تشكيل كده اسمه قضاء من اجل مصر التشكيل ده اللي عاملوا القضاء الاخوان في قلب السلطة القضائية بدأوا يعملوا وقفات احتجاجية ويصدروا بيانات سياسية قال لا انت المفترد جدلا ان السلطة القضائية اساسا مستقلة ويصدروا بيانات تضامنية مع محمد مرس رئيس الاخوان ومع جماعة الاخوان ويصدروا بيانات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسو ضد الشعب المصري اللي تجرى ان هو يعمل ثورة 30 يونيو في مواجهة جماعة الاخوان يا بابا يا حبيبي انت سلطة قضائية تورك تطبيق العدالة فقط ازاي انك انت تتحول الى خنجر داخل الدولة المصرية جل حصل فانت دلوقتي ساعاتك بتمارس بدل ما تمارس العمل النقابي بتمارس العمل السياسي ازاي المفترد جدلا نتم محاكمتهم شوفوا حضراتكم المنشتات بتاعة الساعات القليلة الماضية تونس اتحاد الشغل يطلق احتجاجات حاشدة مناهضة للرئيس تبدأ دور اتحاد الشغل التونسي بناء على اي اساس اتحاد الشغل بتونس البلد بحاجة للوحدة ومنفتحون على الحوار هذا هو بيت القصيد نور الدين الطبوب بيحاول يضغط على الدولة التونسية في سبيل النهوة ياخد جزء من الطرطة اتحاد الشغل التونسي يطلق احتجاجات حاشدة مناهضة للرئيس امين عام اتحاد الشغل التونسي ينتقد خطاب الرئيس الاستبداد سينكسر على صخرة الاتحاد ده باعتبار ان اتحاد الشغل اكبر من الرئيس واكبر من الشعب التونس واكبر من كل مؤسسات الدولة التونسية هكذا يتعامل نور الدين الطبوب بساعدتك اتحاد الشغل التونسي يستعرض قوته في تجمع حاشد ضد قيس سعيد لا للحكم الفردي حريات حريات دولة البوليس انتهت الاف التونسيين يتظاهرون ضد سياسة قيس سعيد اتحاد الشغل التونسي ينظم اكبر احتجاج مناهض للرئيس حتى الان الرئيس التونسي يقول انه يرفض مشاركة اجانب في الاحتجاجات بالبلاد ديت وكالة انباء ريتر وطبعا ما جابتش التصريح بتاعه اللي هو بيقول انا ما عنديش مانع من التظاهرات اللي بيمارسها اتحاد الشغل التونسي وله الحرية في ذلك شريطة انه ما تجيبش اجانب ما تستدعش اجانب في سبيل انه هما يعملوا مظاهرات ضد سلطات الدولة ده مخالف للقانون ومن وجهة نظري بقى كقناة مصر لا ساعدت المظاهرات دي في حد ذاتها اساسا مخالفة للقانون والدستور التونسي لان الدستور والقانون التونسي بينص صراحة على ان مهمة اتحاد الشغل التونسي مهمة نقابية انت مناء على اي اساس تمارس العمل السياسي المفترض جدا ان الرئيس قيل سعيد يستجيب لمطالب الشعب التونسي الا وهي محكمة نور الدين الطبوبي والذين معهم